خلف السلوك العدواني القطري تجاه البحار البحرينيين العديد من الإصابات البليغة بسبب المعاملة الوحشية والهجوم المباغت على مراكب الصيد البحرينية وما تعرض له البحار محمد بحر الذي يعاني من آلام مزمنة بعد إصابته ومهاجمته من قبل دوريات قطرية خلال ممارسته للصيد قبل سنوات نجى البحار محمد بحر من عملية استهداف من قبل الدوريات القطرية المسلحة عملية كادت أن تسلبه حياته كان محمد قد وصل إلى منطقة صيد معروفة لدى أهل البحرين حينها لم يكن يعلم بأنه هدف لدى المتربصين به صدنا حادث من قبل دورية قطر دوريات قطر دعمتي من وراء وقصت الطراد من وراء بالمكاين مكاين راح وبحر وقرقت الطراد طبع مقالبيني شؤلوني ودوني رويس قلصوني الطراد قلصوه مقلوب وخسرت الطراد بالمكاين وانا صدتني إصابة من الحوادث ليه يوم كحنوا عالجاني ودوني هنا ووقفونا في السجين أسبوعين تقريبا ودوني المحكمة الهافكاري في يدني ويراجعونا السجين خسرت الطراد بالمكاين عاد محمد بعد أن تعرض لهذه المعاملة الوحشية عاد مكسورا قلبا وضلعا فقد تسببت له الحادثة بألم استمر معهما بعد الحادثة بسنوات ولا يزال حتى اللحظة أنا صدتني إصابة هناك من الحوادث فقلت لهم ثلاث دوريات ليس واحدة ولا ثنتين ثلاثة قلت لهم الدورية واحدة يودوني المستاشو وانا متعلم قالوا احنا نودك المستاشو نبيكم تموتون وفي اخر تقرير طبي صدر خلال الشهر الجاري عن حالة البحار محمد يصف الطبيب المتابع ويقول إنه بعد تشخيص حالة المريض تبين أن لديه آلام مزمنة في الظهر وتنعكس بشكل كامل على جسده ككل وقد تبين أن لديه سجلا من الآلام المزمنة منذ سنوات وأصبح هذا الألم يزداد سوءا مع مرور الوقت وهو ما منعه من القيام بنشاطه اليومي معاناة يعجز الكلم عن وصفها خسر محمد ما خسر من عتاده وتقطعت به سبل العيش بعد الحادثة قبل أن يتعافى وضعه المادي جزئيا إلا أن حالة الصدمة لم تغب يوما عن وجهه بسبب فعلة السوء والخطيئة بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين